الموسم اللي فات أخيراً خلص كلنا كنا بنقول إن موسم طويل مليان أحداث كثيرة كثيرة لكن تاخد المفاجأة إيه هي اللي فات إن الموسم اللي خلص ما يجيش حاجة أبداً جنب الموسم الجديد موسم مليان بالأحداث والبطولات عدة عندك وخليك معايا عشان هم كتير الدوري كاس مصر كاس الربطة دوري السوبر المصري الأبطال فأبو زب بطولة السوبر ليج الأفريقي كاس العالم للأندية دوري أبطال أفريقيا كاس الكونفدرالية ولسه لسه في نسخة جديدة من البطولة العربية للأندية مع تصفيات كاس العالم 2026 وكاس الأمم الأفريقية وأولمبيات باريس حاجة يعني ما شاء الله كتير 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 يا ترى روي بيتوريا المدير الفني لمنتخم مصر هيعمل إيه في الموسم اللي مفهوش نفس ده يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 الموسم خلص يا فرج الله الموسم بتاعنا ده طويل جدا ده خلص خلص تماما والحمد لله صحيح لسه فاضله بوائي كده بتعكس مصر النصف النهائي بس خلص خلص وارتحنا أخيرا يا أخي ده احنا بنتعب زينا زي اللعيبة والمدربين من كتر المنهدة والتعب والشغل والمنوشات والحكايات والقصص خلص لما الموسم بيخلص على خير بتقول حمد لله بتاخد نفسك كده ويا الموسم خلص احنا فيه موسم عندنا بنقول يا رب تخلص ومن خيب ما تخلص تلاقي هنا مشكلة وتلاقي هنا أزمة وتلاقي هنا تطويلة وتلاقي هنا مش عارف زعل في المنتخب عشان ما فيش أيام وتلاقي هنا نادي معترض وعايز يلغي وتلاقي هنا نادي معترض ويقولك اسلماتشات المنافس هتبص قصص وأفلام بصراحة شديدة ويكون من الناس القليلة اللي كان عندها نظرة إيجابية على الموسم الماضي الموسم الماضي رغم فيه إنه كان فيه مشاكل زي كل الموسم عندنا احنا ماينفعش نطلع موسم يخلص يعني من غير مشاكل بس الموسم الماضي مشاكله كانت قليلة مش ضخمة يعني اممكن عشان منافسة كانت تقريبا شبه محسومة للنادي الأهلي على الصدارة يمكن عشان العملية تحت كانت آه صحيح كان فيها زحمة وفيه ناس كتيرة بس يعني كان معروف برضو شوية مين اللي هيهبط ومين اللي مش هيهبط إلا حد ما يعني مش قوي زي الصدارة يمكن عشان بصراحة يعني الأخطاء التحكمية نسبيا أقل من الموسم اللي قبل الماضي يمكن يمكن بس لسه لسه كتير 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 ولازم نتحرك كون انت بسمع في مؤتمر كان قريب عن الشركة الرعية لرابطة الأندية بسمع الأستاذ أحمد دياب رئيس رابطة الأندية وهو يتحدث إن احنا بناخد خطوات لقدام في التطوير آه لسه محديين وده اللي أنا بقوله برضو لسه بس على قل بنمشي لقدام مش بنرجع لورا بنمشي لقدام إزاي يا كريم انت هتقولي احنا بنمشي لقدام ده احنا عندنا انت مش شايف الدول الإنجليزي لأ مش مكلمك على الدول الإنجليزي حط ده على جنب مش لازم عينك تيجي على الدول الإنجليزي تقولي أنا عايزة أبقى دول الإنجليزي عشان هتوصله توصله بمدة فترات يعني موسم التاني التالت الرابع الخامس ان شاء الله ما يبقى شاكتر من الخامس بس نوصل 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 إزاي الملاعب بتاعتنا بقت أحسن أحسن على مستوى الخدمات قوض اللبس والملعب والنجيلة والتفاصيل بتاعت الكرة نفسها أحسن نسبيا على مستوى المدرجات ونفسنا تتميل المدرجات بأمور تأمينية وأمور تنظيمية أفضل ونشوف الجمهور المالي المدرجات لأ أحسن الملاعب بقت أحسن التصوير بقى أحسن وأنا لأشوف أنا بحاول حتى فتون السوت أنا مش بقولك أحسن دي اللي هو إحنا مثاليين وبينها حاجة روعة لا لسه لسه قدامنا شوية وقت بس أحسن بناخد خطوة شوية لقدام شوية التصوير محتاجين نطور أكتر والإخراج ومخرجيننا الأوزماء يبقوا متطورين أكتر وأكتر ونشوف صورة أحسن ونشوف الزكاء في النقلة أكتر نشوف تفاصيل حلو نتطور كلنا على مستوى اللاعبين بصراحة لسه عندنا نواقص هتقولي نواقص في قوالة اللاعبين في جودة اللاعبين لما أجا أقولك مين أحسن لعبين في مصر دلوقتي هتقولي بكتير خمس أسماء دولة هتقول عليهم فعلا ينفعوا حتى يلعبوا في أوروبا خمس لعبين بس الباقي هم حلوين بس على قدنا في الدور المصري وأنا لما بقول لك أنا عايز أكتر لما زي الخمسة دول كده أنا عايز عشان خاطر منتخم مصر يعني كل ما القاعدة بتزيد أنا بحاول بحاول أبص النظر بيتوريا هو عايز كواليتي لعبين يلعبوا في منافسات أفريقية وعالمية كبيرة لكن لو أنا قلت لك هنا اديني مثلا 30 اسم عجبوك في الدور السنين هتقولي 30 اسم بالمناسبة يعني بس هاي 30 اسم دول ينفعوا يلعبوا منتخم مصر ويلعبوا في مستقلات كبيرة خمسة بالكتير خمسة فنعلى بكوالة اللاعبين وبالتالي نهتم بقاعدة النشئين والأمور تتحسن المدربين بتوعنا في مدربين كويسين كتير أنا ممكن أقولك يعني مثلا هديك على سبيل المثال وليس يعني على سبيل المثال وليس الحصر طرق العشر مدرب كبير علي ماهر مدرب كبير تام المصطفى عمل شغل عظيم الموسم ده المكلمة المدربين المصريين وإن شاء الله ما نساش حد يعني كابتن طرق مصطفى كابتن أيمان الرمادي كابتن عبد الحميد بسيوني كابتن عبد أنا بقولك أسماء حلوة في مصر بس عشان أبقى أمين يعني أبقى أمين معاك أوش مين من الأسماء دي طبعا كابتن أحمد سيم عشان أنا بحاول بس أفتكر وأنا أواف معاكم مين الأسماء ديت من الأسماء دي ينفع تقول بكرة مثلا يدرب منتخم مصر مين 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 يعني كلهم أسماء عظيمة بس عشان تقول إيه ده واحد ينفع يدرب منتخم مش بقول بكرة فيتوريا مدرب عظيم وان شاء الله يكمل وانجح وانا متفايل بجد مش بقول بكرة يجي يدرب منتخم مصر بس مين في المستقبل نقول إنه ده المدرب القادم لمنتخم مصر فهم كمان محتاجين يشتغلوا أكتر ويتطوروا أكتر ويتحسنوا أكتر وهم مدربين كويسين على مستوى الدولة المصري بس محتاجين كمان شغلة أكتر وأكتر مع كامل الاحترام على فكرة وهم مش تقالين منهم أبدا إحنا بس منحاول نقول إحنا عايزين مدربين كبيرا نفس أشوف مدربين مصريين موجودين في كل الوطن العربي طريق مصطفى السنة دي نجح في المغرب نهاردة محمد عودة ناجح وعمل إنجاز في ليبيا وهيبقى معانا بعد شوية على الهاتف إنت عندك مدربين ينفع يشتغلوا في المنطرة عايزينهم أكتر أقولك في المنطرة أبداً ما يتركش يروح ليشتغل في أوروبا وليه لأ في المستقبل يعني اتطور أكتر اتطور أكتر وإن شاء الله الأمور تبقى أحسن عشان كده أنا متفائل أنا متفائل محتاجين تطوير كتير في موضوع التحكيم في مصر هتقولي التطوري إزاي هقولك ندرب حكامنا أكتر نعلمهم أكتر نصلح أي مشاكل موجودة في الفار نشوف الكاميرات اللي المفروض تتحط في الملعة في الفار نبدأ نشوف إزاي بقى عندنا تقنية خط المرمى اللي ما بقيت موجودة في معظم دول العالم وفي مناطق عربية عشان دي مهمة جداً بس عشان يبقى عندنا تقنية خط المرمى بالمناسبة عشان الناس بتستسهلها قوي يعني دي ديها كاميرات خاصة غير كاميرات النقل في تفاصيل كتير قوي بس كل ما بنطور كل ما المنتج بتاعنا يبقى أحسن خد بالك أنا النهاردة قلت هكلم معك في الكلمتين دولة عشان نشايلهم من البداية بس قلت هقولهم لما يخلص الموسم إحنا المنتج بتاعنا منتج مغري جداً لكل الرعاة في العالم في العالم أو في العالم ما فيه رعاة في العالم دلوقتي موجودين في دوليات عربية مش همدات يعني أسماء كبيرة مغري ليه مبساطة إنت المنتج بتاعك يبقى مغري ليه أي منتج في الدولية لو حرارة دلوقتي نازلت بيع ساعات نازلت بيع أي حاجة لو الساعات دي عليها طلب كبير بقى المنتج بتاعك ده منتج مغري حتى بالمناسبة لو الساعة دي مش أعظم قولتي في العالم مش اسم كبير مش تاريخ عظيم بس مجرد ما فيه مجموعة كبيرة من الناس عايزينها أصبح المنتج ده مغري إحنا المنتج بتاعنا فيه ملايين بتشوفه في مصر على قال لا مش قولك كمان بقى في الوطن العربي فيه ملايين فالرأي حب ينزل على منتج زي ده عشان فيه ملايين بتشوفه بغض النظر حلو بقى حلو ووحش كوالتي بتاعه مش حلو عالي مش عالي مش دي الحكاية هو بتشاف كتير ما بقى إنت بقى هو بتشاف كتير وبقى الكوالتي بتاعه الجودة بتاعته عالية عشان برضو خد بالك فيه رعاة أنا مش عايز أقول أسماء يعني الرعاة العالمية عشان تيجي تنزل على منتج بتاعك هي آه الحتة بتاعت الشعبية دي تخليه ننزل عليه ده واحد بس ممكن يعجزني لو الكوالتي بتاع المنتج بتاعك مش حلو عشان أنا مش أخصر البراند بتاعي الاسم بتاعي اللي ننزل على الكوالتي مش عالي أوش فأنت كل ما بتعلق قوالتي كل ما الفلوس بتزيد كل ما الأندية تستفيد كل ما الناس تبدأ تصرف أكتر كل ما هنبدأ نشوف لعبين عالميين موجودين عندنا مما نشوف جماهير موجودة وملتزمة والأمور بتاعتها سليمة في تفاصيل كتيرة لو اشتغلنا عليها بس بحب لبلدنا وإخلاص شديد دون مصالح فردية ولما بقول مصالح فردية بتكلم على كل نادي على حد أحيانا إحنا عندنا في مصر كل أحد يقولك إيه أنا بشوف مصلحة أنا بمصلحة نادي طب تعالنا نشوف مصلحة الكرة المصرية ونساعد على ده وده هيعود عليك في الآخر 100% بالخير بس بص الأدام ما تبصش تحت رجليك عايف لو كلنا قعدنا مع بعض كده رابطة أندية واتحاد كرة وأندية وحكام وعندنا كده نتكلم بصراحة وفين مشاكلنا وإزاي نقدر نطورها ونصلحها أو نصلحها ونطور من شغلنا ومن الحاجات الكويسة اللي احنا بنعملها هلاقي نفسنا وصلنا في حطة عظيمة والله مش مبلغة والله مش مبلغة ولا هي فشخرة ولا الكلام ده كله احنا فعلا دوري مهم دوري قوي أندية كبيرة جماهرية عظيمة منتج حلو مغري نرفع جودته بس وشوف اللي هيحصل بعد كده نرفع جودته نشوف يا جماعة هل أنا مثلا بخبّ عليكو إن احنا محتاجين تطوير في التحكيم يعني دي مثلا أو أنا بقولك مثلا مفاجأة أو أنا مثلا بدجنة لا محتاجين تطوير في التحكيم يلا تعالوا تشوف تعالوا نقعد كده ونقول ايه اه عشان نطور التحكيم احنا حاجين نصرف كذا محتاجين ده يبقى مسؤول عن كذا محتاجين ما نعملش كذا تاني فده التطوير بتاع الحكام أو التحكيم حط ده على جنب خلاص يلا الملاعب يبقى عندنا ملاعب عظيمة يبقى محتاجين شركات تيجي تشتغل ع الملاعب دي بالطريقة الفنانية محتاجين ما نستهلكش ملاعب دين للفترة عاملة ازاي كل مباراة كل يعني كل مباراة لعب ع الملعب ده الفترة الزمنية بين المباراة ولمباراة قد ايه ونبدأ نشتغل على ده الملاعب النقل التلفزيوني عشان نعمل نقل التلفزيوني محتاجين مش عارف نحط كام كاميرا ومحتاجين الـ HD ومحتاجين مش عارف ايه كل الحاجات دي نقضي على حاجة حاجة ونحل ونخلي جودة المنتج بتاعنا جودة محترمة